السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حابايا بيه? عاملين ايه? رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم الاز كيكا ممكن تعملوها. آآ ببيضة واحدة بس هعمل كيكا التحفة دي. كيكا بتاعتنا معمولة من تلات طبقات جميلة احلى من بعضي. هنعمل مع بعض الكيكا آآ بجيلي والمانجا. تحفة جدا جدا جدا. طريقتها سهلة وبسيطة ولزيزة وكمان مناسبة للسيف. آآ تقدري تكليها سقحة هتبقى آآ جميلة جدا مرتبة جدا جدا جدا. تعالوا نشوفها عملناها ازاي النهاردة بس خليش في البداية فكركم باشتراك في قناة كونات غيرت هزيين. تفعيل زر الجرس عالكل عشان يوصلكوا كل جديد مني. زي ما قلت لكم كيكا بتاعتنا اقتصادية. آآ انا هعمل طبقة الكيك بتاعتها اللي هي اول طبقة فيها آآ ببيضة واحدة بس. حطيت بيضة على باكت من الفانيريا ومعي معلقة. من الخل. وكمان هحط نصف كوباية من السكر. وهحط عليها نصف كوباية. من السمنة على الزيت. انا حطيت هنا آآ نصف كوباية الزيت. نقصها معلقة واحدة عشان هكمل المعلقة دي سمنة. والسمنة بتدي تعم حلو جدا لكيك. تمام? وكمان نصف كوباية من الحليب. بس دي كل دي مقاديري السيلح. اضرب المقادير دي كلها في الخلاط كويس جدا. تمام? زي ما انتم شايفين كده الحاد ما لون هيبيض يعني لون خليط يفتح كده يبقى لونه عاطي على القبل. هبدأ بقى هنا اجيب كوباية ونصف من الزيت المنخول. انا نخلط دقيق دوت قبل ما ابدأ. ومعي بكت من كيكشيف هحط نصف. نصف كان آآ معلقة ونصف صغيرة. آآ لو ما عندي كيش كيكشيف ممكن تحط بيكين بودر عادي خلص. هقلب كده المقادير. وازود ذرة من الملح. تمام? وحنزل بقى بكل المقدار اللي سايل عليه. هقلب الكيكة بتاعتي كويس. لحد ما تنعم معايا كده وكل المقدار يختلف ببعضه. لو حسيت ان هي محتاجة آآ معلقتين حليب كمان هحط لها. آآ ده القائمة اللي انا محتاجة. هجيب آآ سنية عندي مش هزن بايركس. اي سنية ممكن سنية علمونيا عادية. هتبطنيها بآآ بزيت فقط. ما بحطش دية ولا اي حاجة. وهنزل بآآ مقدار الكيكة بتاعي عليها. هدخلها على فرن متسخن مسبقا على درجة مية وتمانين درجة على الرف الاوسط. مش دخل فيها الخلع وتطلع نلزيف وتماما آآ مفهاش اي عجين. هعرف من هنا ان هي استوي. بالتقريب قعدت معي حوالي آآ نص ساعة في الفرن. من عشرين ديئة نص ساعة. تفتحيش عليها قبل عشرين ديئة. هسيبها بقى تبرة تماما وحابدأ اكون الطبقة التانية وهي طبقة الكريمة. طبقة الكريمة عندي آآ ربع كباية من السكر عليها نص كباية من المانجة عليها نص كباية من الكريم شنطي. يبقى ربع كباية سكر نص كباية بيوري مانجة آآ نص كباية من الكريم شنطي وبيوري المانجة اللي هي عصير المانجة. تمام? بس ما بضيفش له آآ اي مية. حضرب لغاية ما الكريم شنطي هتماسك معي. جبت بقى الكيكة بتاعتي بعد ما كانت بردت تماما حبدأ ازقيها. عندك اختيارات كتير قوي لانك تزقيها بيها. يا بتزقيها سيفن. آآ يا امتا آآ تزقيها آآ بشوية مية وعليهم يعني مسلا آآ نص كباية مية عليها آآ مع علقتين من السكر. آآ بس كده. انا آآ بزقيها بس ايه? حاجة بسيطة. علشان ما تبقاش بشها نشف. وانا بحط عليها الكريمة. عشان الكريمة تثبت عليها. هنزل بقى بالكريمة كده. تمام? زي ما قلت لكم انا ببزقي الكيكة بسيط. ما بقلبش عليها مية. انا بس بالفرشة كده ببلي وشها. ونزلت عليها كده بالكريمة بتاعتي اللي انا عملتها. كلها. كريمة طبعا دي بقى طعمها منجة لان انا ضربها ببيوريه منجة. هفريد عليها وحاول كده اساوي الوش بتاعها. آآ بزبط شو لأ اي حاجة عندك آآ تقدري تساوي بيها الوش. تمام? بعد ما ساويت الوش تماما. حاضر بقى بقطع مانجة. انا آآ المانجة دي كنت انفرزوها. تمام? المانجة لما تفرزيها. بتيجي تعملي بها حاجة زي كده. حاول ان انت تقطعها وهي متجمدها عشان ما تتريش منك. اما لو انت في قوان المانجة هتبقى تمام خالص. هتجيبي المانجة بس تكون من النوع اللي فيها لحم كتير. تمام? وتقطعها بالشكل ده. هوزحها بقى كده على آآ وش الكيكا بتاعتي. وحب ده آآ اخر طبقة عاملة هي طبقة الجيري. والجيري انا ما جبتش طريقة عمله لان آآ الجيري ده جيري مانجة بيبقى مكتوب طريقته على العبوة بتاعته. يعني انت هتعملي نفس على العبوة بس في ملحوظة واحدة بس ان لو العبوة مكتوب عليها على الباكة كبايتين من المية. انا بحط كباية ونص بس. تمام? علشان يطلع تقيل معي ويتماسك على طول. بعد ما حطيت الجيري حابدى احطها آآ في الفريزر لمدة نص ساعة. انا عايزة الجيري اجمد بسرعة. علشان ما يتصربش في من الحواف كده للكيكا من تحت. حتى لو تصرب بيدي تعم جميل جدا لطبقة الكيكا. واذا شكلها بعد نص ساعة من آآ حطتانها في الفريزر. الجيري تمسك عليها. وكانت تحفة جدا. من اجمل الكيكات هي كيكا بالمانجا. ودي قريبة شوية للاشطوطة مانجا. تمام? بس القشطوطة ما بيبقاش حاطة طبقة الجيري اللي فوق دي آآ بطبقة الجيري بتبقى خطيرة جدا. ومناسبة جدا جدا للصف لان هي بتتاكل ساعة. جرابي كيكا والجيري دي هتعجبت جدا جدا جدا. وغير مكلفة وزي ما انتم شايفين عملتها بمقادية بسيطة واقتصادية. في نهاية الفيديو بفكركم قبل ما امشي بانكم تحطوا لايك وكمنت جميل منكم. ولو مش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس على كل عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهاتي واستنوني الفيديو اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر